انه ده خطاب هدفه استهدافك واستغلال الازمة الاقتصادية العالمية اللي تعاني منها بريطانيا زيها زي اي دولة اخرى الاسعار في بريطانيا بتكوي نيران الناس زيها زي المانيا زي فرنسا فيش دولة النهاردة كله قالك خلاص الرفاهية مطلعش مسؤول في مصر قالك مفيش رفاهية تانية لا رئيس ولا رئيس حكومة ولا وزير طلع الرئيس الفرنسي قال الرئيس الوزراء البريطاني قال النطشار الألماني قال الرئيس الأمريكي قال رؤساء دول عظمى قاله كده وقاله مش هنتحمل ومش هنقدر نتحمل مصر قالت لا هتحمل وانا وقفة مع المواطن يبقى ده الفارق ده الخطاب الصح بره قالك مش هقدر وهنا قالك انا قادر رغم ظروفنا وامكانياتنا في مواطني عظيم دي بلدك فترة صعبة عليك كل بالمناسبة كل كل صعب عليه وتحملناها وتحملناها في 2016 وتحملناها في 2011 و12 و13 وكانت ظروفنا سوداء ما كناش لقين كناش لقين كنا ندور على العيش كنا بنموت وإحنا بنشتري عيش كنا بنموت وإحنا طوابير عيش بنموت وإحنا بناخد أمودة بتجاز بنموت وعايز وسطة وإنت عشان تدخل تحط بنزين في عربيتك كنت بتشيره جراكن جراكن البنزين على العربيات عشان تواجه أزمة السولار والغاز والبنزين كنا ما كناش هنعرف نمشي كنا مظاهرات ليل ونهار كان ضرب نار ليل ونهار كنت تخاف ولادك ينزلوا لوحدهم عشان مش عارف يرجعوا ولا لأ تخاف كانوا بيعملوا كمين على الطرق وقفوا الناس ياخدوا عربيتهم ولم ياخدش عربيتهم بيقتلوه يعملوا حملات في الشوارع وياخدوا فلوس الناس ويفاتشوهم يدخلوا البيوت وكسروها ويسرقوها كانوا بيعملوا كده وعشنا الآن السودة دي أنا بذكرك عشان تعرف اللي انت فيه النهاردة نعمة وفضل وكرم تذكروه عنينا كلنا أنا كنت عشان هاجي مدية اليتاج أو كنت وقتها في شارع فيصل قناة التحرير كنت تمشي من ثلاثين أربعين شارع كل حتة جماعة الإخوة الإرهابية الخينة المجرمة القتلة كلهم بيقول لعوا في كل حتة وعملين مظاهرات وعملين وعملين عشان أعرف أطلع عليكم وتحدى كل ده واطلع رغم تهديدات بالقتل وتهديدات لي والبيت والعيالي ولينا كلنا لا تتحدى وتحدهم وتتحدهم في أي وقت وهم في الحكم وهم هربرين زي الجرزان وانت كشعب تحديت وتفضل تتحدى وتفضل على عهدك مع بلدك ومع جيشك ومع رئيسك ومع كل المخلصين للبلد تخلي بالك موضوع كبير جدا جدا فوق خيالكم والله فوق خيالكم لم تنتهي لم ولن تنتهي خلي بالك خلي بالك شوف الدكتور محمد ميت وزير المالية بيفكركم بس كمان 2011 يا جماعة 2011 يا جماعة شكرا شكرا